يحرقون كل شيء في الجنوب السنة اللهب كما هي الفوضى تحصد أكثر ما تحصد حرية الصحافة والإعلام وتقوض قيام التعايش وتكرس وضعا سيئا في زمن التكدس غير المسبوق للقوة والسلاح وعلى الأخص في العاصمة السياسية المؤقتة عدن مؤسسة الشموع التي تتخذ من المدينة الخضراء بشمال عدن مقرا لها فعرضت فجر الخميس للاقتحام من قبل عناصر تستقل أطقما عسكرية مسلحة هاجم المسلحون المؤسسة وموظفيها وأشعلوا النار في المطبع والمكاتب والمحتويات الأخرى قبل أن يرحلوا مخلفين وراءهم أضرارا بالغة في الممتلكات إلى جانب بعض الإصابات التي طالت العاملين ومن بينهم سكرتير صحيفة أخبار اليوم محمد عبد الواسع الشرعبي سجلت كاميرات المؤسسة واقعة الهجوم على نحو اللا يعفل جهات المعنية في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد من القيام بواجبها إزاء أهجوم ليس له من تفسير واضح سوى أنه يدل على المرحلة السوداء التي تعيشها المحافظات الجنوبية المحررة رغم الفرص المتاحة لترسيخ نفوذ الدولة والقانون الهجوم على مؤسسة الشموع التي كان لها دور في مناهضة الإنقلابيين ودفع الثمن كبيرا جراء ذلك الدور ليس حدثا عارضا بل جزءا من مخطط تقويض الحياة في مدينة عدن وفقا للمراقبين فقذائف فرق القتل المتجولة التي تشتاح العاصمة المؤقتة هاجمت هوائي إذاعت بندر عدن الترفيهية وقبل ذلك تعرض رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتح باللزرق لتهديدات وصفها هو نفسه بأنها الأخطر من بين التهديدات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية من حياته المهنية ترسخ الهجمات المنسقة على المؤسسات الصحفية والإعلامية وعلى الرموز الإعلامية في العاصمة المؤقتة عدن الصورة ذاتها عن المدينة التي لم تهنأ يوما بلحظة استقرار وهدوء منذ تم دحر الإنقلابيين منها في يوليو من العام 2015 وإنشاء قاعدة كبيرة للتحالف العربي في أطرافها الغربية تكفي لأن تستعيد المدينة هدوءها وسمعتها كأكثر مدن اليمن والمنطقة أمنا واستقرارا